اهلا بكم من جديد دشنت اثيوبيا رسميا عملية انتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة الذي اقامته على نهر النيل والذي وصلت اعمال البناء الكلية فيه الى اكثر من ثمانين بالمئة بدأت عملية انتاج الطاقة من السد من خلال تشغيل مولد واحد بقدرة ثلاثمائة وخمسين ميجاوات من اصل ثلاثة عشر مولدا وكانت اثيوبيا قد استكملت الملء الثاني لخزان السد في يوليو الماضي وهي عملية ملء كافية لبدء توليد الطاقة الكهربائية حيث اضافت اكثر من ثلاثة عشر مليار متر مكعب من المياه وفق خطة المشروع وفي ذات السياق قال مسؤول في وزارة الموارد المائية والريل الشرق ان القاهرة تراقب المصرية طبعا ان القاهرة تراقب عن كثب الخطوات الاتيوبية الاخيرة بشأن ساد النهضة المسؤول شكك في قدرة الجانب الاتيوبي من الناحية الفنية على القيام بالتوليد الكامل للكهرباء في الوقت الحالي وشارع الان المياه التي خزنت في عملية الملء الثاني لن تسمح بتشغيل التوربينات بالكفاءة الكاملة وتزامنا او تستند مصر الى عدة اتفاقيات دولية بشأن حقوقها المائية وحصاتها في مياه نهر النيل فما هي ابرز تلك الاتفاقيات؟ نصت جميع الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل على عدم المساس بحقوق مصر المائية بداية من عام 1891 مع توقيع اتفاقية روما في الخامس عشر من ابريل التي أبرمتها الحكومة البريطانية بصفاتها الاستعمارية نيابة عن عدد من دول حوض النيل مع الحكومة المصرية ثم اتفاقية اديسا بابا الموقع في الخامس عشر من مايو 1902 بين اثيوبيا وبريطانيا بالنيابة عن السودان وأهم فيها المادة الثالثة التي تنص على أن الامبراطور الاثيوبي ملك الثاني يعيد بأن لا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحير التانى أو الصباط ولم يختلف الأمر في اتفاقية لندن الموقعة في الثلاث عشر من ديسمبر عام 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واتفاقية روما عام 1925 حيث كانت كلها تنص على عدم إقامة مشاريع من شأنها إحداث خلل في مياه النيل أو التقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية وقد جاءت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة فقد نصت على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أي أعمال ري أو كهرمائية أو أي تجراءات أخرى على النيل وفروعه من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل إلى مصر كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل أما اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان فحددت لأول مرة كمية المياه بـ 55 مليار وخمسمائة مليون متر مكعب سنويا لمصر وثمانية عشر مليار وخمسمائة مليون متر مكعب سنويا لسودان